الطريق إلى السوكهولم ليس ممهداً على ما يبدو فموعد عقاد المشاورات لم يحدد بعد وفقاً لوزارة الخارجية السويدية في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث مساعيه لجمع الأطراف في موعد من المرجح أن يكون أوائل الشهر الجاري النباء الأهم في سياق جهود المبعوث الأممي يتصل بنجاحه في إقناع التحالف بتسهيل نقل خمسين جريحاً ومعهم خمسون آخرون من مرافقهم إلى سلطنة عمان ليتجاوز بهذه الخطوة العقدة التي أفشلت جولة جينيف التي كانت ستعقد في السادس من سبتمبر الماضي المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف العقيد تركي المالكي أعلن فجر الإثنين أن القيادة تتلقى طلباً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفث بتسهيل إجراءة إخلاء عدد خمسين من الجرحى المقاتلين من ميليشيا الحوث المسلحة إلى سلطنة عمان لدواعي إنسانية المالكي أوضح أن ذلك يأتي ضمن إطار بناء ثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الأممي وأن طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستقل الجرحى من مطار صنعاء إلى العاصم العمانية مسقط بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية خطوة بناء ثقة لم تقابلها خطوة مماثلة من جانب الحوثيين على نحو أثار التساؤل لدى عدد من المراقبين عما يعتبرونه فشلا من جانب السلطة الشرعية في استثمار الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الأسرى والمعتقلين وتحرير القيادات التي تقبع حتى اليوم في سجون الميليشيا بصنعاء لكن موافقة التحالف الأخيرة بنظر هؤلاء المراقبين تؤشر على نجاح محتمل لغريفث في جمع طرفي الأزمة والحرب في جولة ستوكهولم رغم غياب رؤية واضحة حتى الآن بشأن القضايا التي سيبحثها الطرفان وفي ظل التباعد الكبير في المواقف بينهما بشأن القضايا التي يتعين بحثها في هذه الجولة وما سيليها من جولات المفاوضات المقبلة